الصيام على ما تقدم فريضة ونافلة صيام الفريضة أقسام ثلاثة صيام رمضان والكفارات والندور رمضان والكفارات والندور صيام النافلة إما أن يكون صيام لأيام الأسبوع الاثنين والخميس أو لأيام الشهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم أو يكون لأشهر محرم و وست من شوان وأول شهر ذو الحجة الأيام الأولى من شهر ذو الحجة ثمانية أيام لدخولها تحت الأعمال الصالح لم يثبت نعم لم يثبت شيء في صيام هذه الأيام لكن تدخل تحت الأعمال الصالحة من أعمال الصالحة الصيام صيام يوم عرفة صيام عاشوراه مع التاسع والحادي عشر وصيام يوم وفطر يوم وكذلك ما يتعلق بالصيام شعبان طيب هذا صيام مستحب وإن شئت فقل صيام واجب وصيام مستحب وصيام محرم الصيام المحرم صيام يوم العيدين وصيام يوم الشف وصيام يوم الجمعة منفردا وصيام كذلك يوم السبت وصيام شهر رجب وصيام أيام التشري هذا صيام محرم إذن صيام واجب رمضان والكفرات والنذر وصيام مستحب وصيام محرم وصيام الدهر بقي معنا أن يصوم الدهر ولا يفطر من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فارضيت صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجمة نانسي قنقر